اشتركوا في القناة اليوم الواصل في حلقتنا في منقطع من حديث عن الأفكسيشن and we have to start today with the suffix but we will have انحنا انشاء الله حنعمل رجعة انشاء نربط الحصتين suffixation the suffix is the part of a word that comes at the end to change the form الصفكس هي جزء من الكلمة بتأتي في نهاية الأصل من أجل تغيير الشكل الحصة الماضية in the previous lesson we have unproductive وقلنا انه an means prefix unproductive is the verb and ive is the suffix يبقى انا عندي الاستمل الأصل بتاعي product ومعناها ينتج لمن أضف قدام ألحق كيف انا اغير الشكل كيف انا اغير الشكل product ينتج production منتاج productive منتج يوجد التغيير الذي أحدثته adding the suffix what are the most common english suffixes طيب الكلمات البتأتي في امتحان الشهادة السودانية ونحن منعتبر الصفكس هي ment i-o-n i-a-n i-t-y i-n-g i-v-e i-c a-l l-y ship ness hood full a-p-l-e s-i-o-n double s-i-o-n t-i-o-n a-t-i-o-n and o-u-s وإلى النحاة نعيد الكلمات الثانية the most common english suffixes are ment i-o-n i-a-n-i-t-y i-n-g i-v-e i-c a-l-l-y ship ness hood f-u-l a-p-l-s-i-o-n double s-i-o-n t-i-o-n a-t-i-o-n o-u-s دي كلمات بسموها suffixes and it must come at the end لازم تجينا في نهاية وفي نهاية ال-stem to change the force الكلمات دي ليس لديها معاني but it has a function عندها وظيفة لكن ما في يوم من الأيام تجد تقول ليها الضونغولاوي i-o-n يعني شنو وضى الضوير i-o-n i-o-n ما عندها معاني لكن لما نلحق باستم بكلمة بتديها معنى مثلا i say read read معنى يقرأ it's the word when i add i-n-g تبقى reading الكلمة بيقت ناون من يقرأ إلى قراءة so i-n-g has no meaning but it has a function لديها function وظيفة إنه غيرت أنها أو زي كلمة ship ما في يوم من الأيام القلي طالب يقوم يعتبر إنه كلمة ship دي في الصفكس معناها سفينة عبدان إنت لو اعتبرت ship data lexical meaning معنى إنت طلعت من مفهوم شنو الصفكس يعني أنا مثلا i have the word friend friend معنى صديق it is an adjective when i say friendship تبقى الصداقة يبقى الكلمة تحولت from adjective into noun يبقى friendship as the word بمعنى الصداقة لكن ما في يوم من الأيام واحد يترجم من أي ترجمة حرفية يقول ليه friendship هي سفينة الصديق ودي تبقى شنو خرج مشكلة كبيرة جدا خرج من المفهوم بتاع الصفكس طيب we say that the suffix قلنا إنه الصفكس change the form يغير الشكل الأشكال شنو what are the general forms الأشكال اللي بغيرها شنو i have the noun الشكل الأول والabbreviation بتاعه n abbreviated in n الاسم الكلمة إما أن تكون اسما and i have a verb an abbreviation v an adjective abbreviation a d j an adverb ال abbreviation a d v دي أربعة حالات من ال general forms noun verb adjective adverb وهو دي اختصاراتهم n v a d j a d v دي عملية الصفكس كلها بتكون في هذا الإطار تغيرات changing في هذا الإطار لتصعب examples ومن خلال هذه الأمثلة انت هتفهم أنا قصدو شونو بشونو بصفكس free لتصعب the word free الاستم الأصل بتاعي free free is an adjective صفة بمعنى حر when i say freedom الكلمة بقت الحرية بقت ناون when i say freely بقت بحرية بقت adverb when i say freeing الكلمة بقت فعل بمعنى تحرير يبقى الكلمة اتغيرت أخذت changing from adjective الى ناون into adverb into the verb الكلمة أخذت تغيير من حر للحرية بحرية تحرير بإدخال لأنه أنا أقحمت the suffix at the end of the stem في نهاية الأصل نجي نمر اتنين move move هنا معناها يتحرك it is a verb when i say movable الكلمة تبقى adjective متحرك أقول لك this is a movable chair ده كرسي متحرك this is a movable table طاولة متحركة movement الكلمة بقت اسم بقت الحركة movement moving بقت ناون الحركة يبقى إذن الكلمة تحولت from verb adjective ناون ناون ليه؟ لأنه أنا أقحمت الصافيكس طيب نشوف نمر ثلاثة number three read is a verb يقرأ when you say reading تبقى ناون الكلمة أصبحت اسم reading الكلمة أصبحت يا شباب اسم readable الكلمة بقت شنو يا شباب بقت adjective يلا نلاحظ معي لاحظ معي الكلمة تحولت من إلى ناون إلى adjective من يقرأ إلى قراءة إلى مقرو أقول لك it is the readable handwriting هالزول دا خدت مقرو non readable خد غير مقرو نجي هنا quick شوف الكلمة دي يا جماعة happy and months أنا داير أطلق advert من الفئل ومن الشفة ومن الإسم من الثلاثة حالات المختلفة these different three cases or items أنا داير أطلق منهم حالة بتاعة adverb quick معنا يسرع when you say quickly بقت مسرعا الصفق c-l-y happy سعيد happily بسعادة months شهر monthly شهريا ولكن الزود عنده monthly salary عنده راتي بشهري هكذا يكون الصفق comes at the end to change the form يقوم بتغيير الشكل حصة اليوم بتعتمد على changing the form الحصة الماضية تحدثنا عن changing the meaning في تغيير المعنى تغيير المعنى من وظائف الprefix وتغيير الفور من وظائف الصفق حتى تكتمل الصورة and you have to know note one ملحوظة مهمة جدا لهذا كبير جدا I have 26 letters أنا عندي 26 حرف في اللغة الإنجليزية divided مقسمة إلى vowel and consonant or conistant you say you say vowel you say vowel five letters A E I O U دي بسموها الفاول letters وهي الحروف المتحركة دي بسموها الحروف شنو المتحركة وهي ال-A وال-E وال-I وال-O وال-U what is left ما تبقى من هذه الحروف في اللغة الإنجليزية we call it conistant or consonant حروف ساكنة يعني أي حرف ما عدا these vowel letters consider to be consonant دي معلومة مهمة جدا يا جماعة vowel consonant لما تتقدم بعدين في حاجة يسمى semi vowel later on إذا تخصصت في اللغة الإنجليزية هتعرف إنه التكسيمة هتختلف حيكون في vowel وال-semi vowel أي السمي vowel هم من ال-Y وال-W دي اللي بيسموه semi vowel الملحوظة دي أنا بيستفيد منها وين في note 2 قال dropping أحذف dropping معناه أحذف letter E قال لك أحذف الحرف E ونحن عارفين إنه ال-E vowel letter before adding the suitable suffix قبل ما أضيف في الصفق سن مناسب السبب شون ليه why لأنه قال لا يجوز التغاة two vowels يعني أنا إذا مسكت smoke is a verb and move is a verb expense is a verb fame is a noun نشوف الكلمات أصول هذه الكلمات smoke معناه يدخن فعل يدخن وموف is a verb يتحرك و exibence معناه يكلف is a verb fame معناه شهرة noun fame بمعنى شهرة طيب أنا داير أغير I want to change the form أنا داير أغير شكل هذه الكلمات بإضافة suffixes في smoke أنا داير أضيف ing I want to say smoking قالوا في لحظة زي دي طوال تقوم بحس في حرف الإ يدرب letter e الكلمة بتبقى smoking بتتحول إلى noun ويبقى معناها التطخين نشوف نمبر two move يتحرك طيب verb الأصل verb داير أقول متحرك أشيل الإ برة تبقى movable لأنه لا يجوز التغاتو vowels the is a vowel letter وال e is vowel the i is vowel the e is vowel بتحذف the تبقى movable الكلمة هتضح adjective وتصبح صفة بمعنى متحرك طيب number three expense بمعنى يكلف منتقى بالletter e وال e is a vowel letter في اللحظة دي أنا حقوم بحس ال e برة أقول expensive وتصبح صفة يا جماعة expensive يكون معنى مكلف جبال كانت expense يكلف وال expense في معنى آخر مصاريف أقول لك expense is كم المصاريف أو what is paid fame بمعنى شهرة منتهي بالletter e وجاي عليه o u s أقول بحس في e برة والكلمة تبقى famous تبقى صفة ويبقى معناها مشهور يبقى يا شباب ركز معاي في الحصة إنه لا يجوز التغاء two vowel letters إذا لقيت الكلمة منتهية بi ما تتخذ غرارك يعني أنا في الامتحان نركز أي كلمة بين غوسين منتهية بi ما تتخذ غرارك بسرعة إلا تشوف الصفكس يعني move دي إذا جايه حرف فاول فوالي بعضي فالi برة مثلا نقول moving شلتها برة وإذا جايه حرف ساكن أي ساي movement هل يلاحظين أنا ما حزفته لأنه ment بادئ بحرف ساكن هنا حزفته لأنه الكلمة منتهية بي طوالي تعمل حسابك تشوف الصفكسجاي إذا بدايت بأفاول يتم حسف الإ وإذا بدايت بأساكن يبقى كما هو نشوف الكلام لتسي سودان إجزاميناشن امتحانات الشهادة الفين وخمسة أو الفين وستة واحد نمبر ون ون is bad for health قال ضار بالصحة قداني smoke والصفكس آين جي حاقول smoking دي امتحان شهادة الفين وخمسة smoking is bad for health التدخين ضار بالصحة بيقوم بحس في اللتر إ لتصحاب نمبر ت ابن بطوطة is a traveler fame ابن بطوطة is the famous traveler ابن بطوطة قال رحال مشهور يبقى إذن أنا حزفت I am dropping the letter e because here I have ing and here I have o u s this this is the note two let us have note three طيب أنا لقيت كلمة منتهى بأي لكن الصوفيق is starting with a consonant بادئ بحرف ساكن عليك كتابة الكلمة كاملة بدون أي تغيير مثال free منتهى بأي peace منتهى بأي polite منتهى طيب نشوف معاني هذه الكلمات وهي ذات شروف الأصل free صفة ومعنى حر free peace noun السلام polite صفة ومعنى مهزب يبقى أنا الأصل بتاعي صفة واسم وصفة adjective noun adjective free peace and polite here I am going to add dumb بادئ D حرف ساكن وهنا أنا حضيف F U L بادئ F حرف ساكن وهنا أنا حضيف L Y بادئ L حرف ساكن حتى تكتب free will be freedom it will be noun تبدأ الحرية and peace will be peaceful بتبقى صفة adjective يبقى مسالم أو سلمي على حسب وضع الكلمة في الجملة مسالم Martin Luther King مثلا peaceful man was a peaceful man Martin Luther King was a peaceful man بتشخص شنو مسالم there are peaceful protest في مظاهرات سلمية there are هكذا يبقى إذن peaceful إما يكون معناها سلمي أو مسالم على حسب according to the sentence structure على حسب وضع الجملة polite قلنا معناها مهزب politely بتبقى adverb يبقى معناها بتهزيب نشوف الكلمة بتهزيب politely نشوف امتحانات الشهادة السودانية في هذا المثال one be when you cross the road be dash when you cross the road قال ايه خلي بالك لما تقطع الشارع امتحان الفين وخمسة be careful الصفكس هنا f u لكن لاحظ انه الكلمة منتحة بفاول وهنا عندك بدايتها بحرف ساكن ما في دائل الحسب you say be careful فل خلي بالك خلي بالك new cross the road عندما تقطع الشارع ما حزفت ال لانه الحرف الداخل حرف بدايته وحرف ساكن راشيل بيتر المعلومة وان شاء الله فاصل ونرجع نواصل فيه ونكمل باقي الحصة مرحبا بكم ونواصل حلقتنا في الصفيكس ونواصل من حيث نوت ثري الملحوظة التالت الملحوظة الأولى والتانية ارتبطت حول الفاول اللتر ووضعية الإي قلنا الإي إما تحزف وإما تبقى الكلام ده متبقي على depend on الصفيكس الداخل يعني في كلمة smoke لا أستطيع اتخاذ القرار ما لم أعرف الصفيكس الجاي إذا كان الصفيكس ing فبالتالي الإي حتتحزف تبقى smoking وإذا كان الصفيكس ساكن لا زي complete حتبقى completely يبقى إذن في كلمة complete حتبقى الصفيكس completely يبقى ما عملت حسب يبقى خلي بالك يا طالب ويا طالبة إذا لقيت الكلمة منتهية بحرف الإي والصفيكس الجاي بداية فاول بتحزف الإي وإذا كان بداية ساكن الإي تبقى هذا ما تم قبل الفاصل الآن نواصل في نوت 3 change y into i أنا أقوم أقلب ال y إلى i كيف happy سعيد industry الصناعة lazy كسلان نشوف هنا هذه الصفة industry ناون lazy adjective أنا داي رضيف صفيكس نس a l نس happy ending y الكلمة منتهية y قبل حرف ساكن b industry منتهية y قبل r حرف ساكن lazy منتهية y قبل z حرف ساكن إذا كانت الكلمة منتهية y تد نظرة لما قبلها تد نظرة للحرف القبل y the letter before y is b r z ودي كل حروف ساكن قال لك في اللحظة دي طوال تجلب y إلى i you change y إلى i حتصبح شنون happy سعيد happiness تبقى ناون السعادة كيف كانت adjective industrial صناعة تبقى industrial صناعي ومدرمان industrial area ومدرمان المنطقة الصناعية لازي كسلان صفة تبقى لازي نس تبقى اسم الكسل تبقى يا قالب أنا أول ما أجلس لامتحان الشهادة في السؤال بتاع صافيكس وألقى الكلمة منتهية ب y أنظر لما قبلها أنظر لما قبلها إذا كان قبل ال-y حرف ساكن طوال قبل ما تضيف الصافيكس في القوس تقلب ال-y إلى i نشوف امتحان شهادة سودانية 2009 قال الزولدة سعادته كانت كبيرة عندما مر في الامتحان طيب أي الكلمة البنغوثين happy في معنى سعيد طوال حتى تبقى سعادته للإجابة الصهيرة طيب في طلاب ما بيقلب ال-y يعني في طالب بيكتبها ليه كده H-A-W-P Y ويقوم بإدخال عملية شنو النس فيفضل إنك تكتب happiness this is incorrect هي خطأ إن تركبت الصفكس صح في الكلمة أضفت الصفكس صح لكن هنا في شنو spelling change إنت ما عملته فبالتالي معظم الطلاب أخطاء بتتركز بإضافة الصفكس دون ما قلب ال-y إنت تقلب ال-y إذا كان قبلها حرف ساكل طيب نشوف النوت 4 قال don't change قال لك ما تغير اتمنى إنو الطلاب يكون فيهم النوت سري لأنو إذا إنت فيهم تنوت سري فبالتالي إنت حتفهم النوت 4 don't change y إلى i قال لك ما تغير ال-y إلى i مثال employ يعمل منتهي ب-y enjoy يستمتع منتهي ب-y بي يدفع منتهي ب-y بلي يلعب منتهي ب-y لو لاحظت these four words الأربع كلمات منتهي بحرف ال-y employment قبل ال-y-o حارف فول enjoy قبل ال-y-o بي قبل ال-y-a بلي قبل ال-y-a لاحظ قبل ال-y توجد فول letters في اللحظة دي قال لك ما تغير ال-y طوال دي حتبقى employment طوال دي تكتبها كاملة كده employment العمل employ معنا يعمل employment العمل ودي enjoy enjoy ها سري صفيكسز enjoy دي بتقبل سري صفيكسز enjoy enjoyable enjoyment enjoying بكز الثلاثة possible الثلاثة واردات في امتحان الشهادة السودانية يعني كلمة enjoy ممكن أن تأتي في امتحان الشهادة السودانية سري صفيكسز تتحمل السري صفيكس enjoy will be enjoyable ممكن تبقى enjoyment وممكن تبقى enjoying نجي له pay pay تبقى paying or payable paying معناه دفع وpayable يمكن دفعه او مدفور اقول لك الحاجة دي is payable يعني بالامكان دفعه play بمعنى يلعب ممكن يبقى play لاعب وممكن يبقى playing فبالتالي يا طالب انا اول ما جلست للامتحان وليقيت في سؤال الصفيكس كلمة منتهية بين y اتخذ القرار من وين ما زي ال e letter e انت بتشوفه الصفيكس الجاي لكن في ال y لا ادي نظر للحرف القبلها اذا كان قبلها ذاول حرف متحرك ما عندك شغل بها واذا كان قبل ال y consonant حرف ساكن انت بتقلب ال y ال i ومن ثم يا طالب بتقوم باضافة الصفيكس المناسب على حسب المعظم نشوف الاسئلة يا استاذ he is a good football انت حاني شهد سودان 2004 to double offer قال he is a good football player لاعب قال الزودة لاعب جيد he is a good football player ما عملت حسفل ال e it was a comfortable and enjoyable journey enjoyable ما حزفت ال e enjoyable enjoyable هنا لم أقوم بحسفل لأنه قبلها O vowel وهنا A vowel هنا حزفت ال e لأنه قبلها B حرف ساكن R حرف ساكن Z حرف ساكن يبقى إذن شاء نحل الصفيكس لغاية الآن أنا محتاج إلى five notes خمسة ملاحظات الملحوظة الأولى أنه I have 26 letters in 26 حرف divided مقسمة إلى vowel and consonant حروف ساكنة وحروف متحركة vowel letters are five خمسة حروف متحركة 21 letters are consonant أجل النقطة الثانية وضع حرف ال e عاين الكلمة إذا منتهي بحرف ال e والصفق سجاي start or begin with the vowel letter أنا بحذف ال e زي ما هو في smoke بقول smoking I drop the letter e وإذا كانت الكلمة منتهية ب e وجاي على حرف ساكن لا تحذف ال e مثال care you say careful أو you say careless الاثنين care you say careful or careless or polite you say politely or free you say freedom or complete you say completely ده الملحوظة الثانية والثالثة الملحوظة four and five الملحوظة الرابعة والخامسة depend on why كلمة منتهية by why you have to look أنظر إلى ما قبل ال y إذا كان قبلها حرف ساكن نقلب ال y لأي أو ده happy happiness السعادة وإذا كان قبلها حرف فاول تخلي الوضع كما هو زي employ employment these are five نوات لما نجي لي نوات 6 جميل جدا جميل جدا صفكسي غريب صفكسي غريب اسمه سي صفكسي عجيب ما جاء إلا في الفين واثنين والفين وثلاثة والفين وخمس عشر صفكسي سي ورد في امتحان الشهادة السودانية سودان examination 2002 امتحان الفين واثنين هي سي زاد زير افورت رزولت ان ده اندبندنس سودان القطعة كانت عن اسماعيل الاسهري في الصفكس امتحان الشهادة السودانية 2002 في امتحان الشهادة السودانية الفين واثنين القطعة كان الصفكسي هو في شكل قطعة فكانت الكلمة ديبند اندبندن قال زير افورت رزولت ان دي اندبندنس سودان وفي الفين وثلاثة قال شي وون دا كونفيدنس اوف هار سينير واخيرا جات في الفين وخمس تاشر كلمة امبورتنس يعني هذا الملحوظة دي لم تبت في امتحان الشهادة خلال تساطاشر سنة إلا ثلاثة وفي الشهادة السودانية تو دوبول أو سري وفي الشهادة السودانية آآ الفين وطمان تاشر الفين وسبعة تاشر في الحدود سبعة تاشر او ستتاشر في اواخر الامتحانات او خمس تاشر في الامتحانات وردت بالضبط في الفين وخمس تاشر نعم جات في امبورتنس تبقى اذا هذه الملحوظة خطيرة جداً وركز عليها يا طالب شديد الكلمة لما تكون منتهية بـ T وجاء عليها صفكس واحد لاحظ هنا صفكس موحد كله C لكن هنا لا هنا عين هنا منت A-P-L-E-I-N-G A-P-L-E-E-R A-N-G لكن هنا واحد وكل الكلمات منتهية بـ letter 1 هو T different confident important violent independent لاحظنا الكلمات منتهية بـ T والصفكس السيئي different difference شوف شلت تـ T بره confident واثق confidence الثقة شلت تـ T بره important هام importance أهمية شلت تـ T بره violent عنيف violence العنف العنف شلت تـ T بره independent مستقل independence استقلال ركز يا طالب الصفكس السيئي لا يدخل إلا على كلمة منتهبة T ويتم حسفة T different يختلف difference اختلاف confident واثق confidence السيئة important مهم importance أهمية violent عنيف violence العنف independent مستقل independence استقلال طيب نواصل ندعم we have to enrich ندعم المعلومة بانتحانات الشهادة السودانية شان تقع على الطالب she wants of her seniors ندعم انتحان الفئن وثلاثة بابضبط two double o three قال الزولة دي فازت بثقة المرؤوسين أو الناس المسؤولين منها seniors she wants confidence المثال هيبقى she wants confidence لابد من إنك شنو تشيل التبرة وتضيف شنو السيئي في طلبة بحلوها كده قوانا في دنت ذات يخطوها وبعدها يخطط لها شنو السيئي دي كده هم تتجاري ذات غراية ذات بتبقى فيها نوع من الإشكالية شان كده جملة she want the confidence of her senior مارتلوس her king never fight never use violence قال مارتلوس her king never use violence قال لم يستعمل العنف الداني بن غوسين violent violent معنى عنيف وهنا قدت violence بمعنى العلم يبقى إذن الملحوظة يعني كانت قيمة وملحوظة واضحة إنه أنا بيتكلم عن إضافة صفقس واحد هو السيئي لكلمات منتهية بالت الملحوظة جاية صراحة نوت سبين أو نوت سيكس ملحوظة خطيرة جدا دي دائرة طالب يعني يكون متهد وركزوا معايا شباب الله ركزوا معايا في نوت آخر ملحوظة نوت سيكس غالبا some words قال بعض الكلمات need spelling change محتاجة إلى تغيير في الاسpelling تغيير ملائي شوفوا الكلمات ده عجيبة كيف erode يعري أنا دا يقول التعريع decide يقرر دا يقول القرار decision conclude يختم دا يقول ختام conclusion the conclusion long طويل دا يقول طول length necessary ضروري دا يقول necessity الضرورة كلمات دا يرى شغل Britain بريطانيا دا يقول British بريطاني شوفوا التغيير اللي بيحصل دي كلها امتحانة شهادة هذه الكلمات كلها وردت في امتحانات شهادة سودانية succeed وديك المخطرة جدا succeed ينجح دا يقول successful ناجح طيب نشوف الملحوظة زاتها هي بتقول شنو قال somewhere need spelling change دا يرة تغيير مثال erode دا يرة دخل S I O N شن تديني شن أشيل D E برا وقول erosion أو erosion التعريع decide دا يرة شيل D E برا إشان أقول decision معناه قرار هنا كانت يعري بقت التعريع بقت اسم وهنا كانت يقرر بقت قرار decision بقت اسم شوفوا الكلمات دي كلها من فعل يعني this is a fair and here is a fair and here is a fair الثلاثة أفعال الثلاثة اتقلبوا إلى noun conclude يختم conclusion ختام طيب الكلمة الرابعة خطيرة جدا long بمعنى طويل وهي صفة دا يرة ضيف صوفيكس اسمه TH تبقى length يعني في طلبة حلوها في الامتحان لما نورد في الامتحان الشهادة قالوا length 2005 length دي اللي جابة صحيحة في امتحان الشهادة السودانية تو دا والأو 5 الطلبة حلوها كده نفس الكلمة long زاتا أدوها تيأتش لا خطأ دا خطأ فادي تم في الشهادة السودانية وخمسة الحل حل خطأ incorrect فبالتالي long لما ندوك لها تبقى length necessary ضروري دا يرى ضيف الصفكس ITY I will say necessity وتبقى ضرورة هنشوف المثال الورد وبريتين برضو ورد في شهادة بريتين بريطانيا تبقى بريتش بمعنى بريطاني وساكسيد دي كلمة خطيرة جدا ساكسيد يا جماعة الكلمة دي كلمة خطيرة ما بيجي منها ساكسيد ما بيجي الصفة طوالة ما بتجي يعني ما بتجدر تجيب من الفئل الصفة طوالة كيف لازم تمر بمرحلة الناول ناخد الكلمة دي ناخدها هنا ونشكلها الأصل ساكسيد ساكسيد ركز معي ساكسيد ده الفئل ينجح طيب أنا قال ليه دخل لا ما تجيب إلا أجيب الاسم أجيب الاسم حتى نجيب الصفة من ساكسيد الاسم ساكسس شوف الكلام ده العجيب ده ساكسس إذا ناول نجاح ساكسيد هنجح ساكسس النجاح حتى بعد I will say ساكسسفوم يا دوب ممكن تجي الأجيكتيب تجي الصفة you say ساكسس فوم شوف التغيير العجيب ده الكلمة بيجت شنو أصبحت الكلمة أجيكتيب يبقى تغيرت ما طوالة يعني الكلمة ما جات من بير إلى أجيكتيب طوالة لازم تدخل في عملية جراحية تطلع الناود بعدك بعد ما تعمل عملية جراحية لكلمة ساكسيد تطلع ساكسس حتى تجيك شنو ساكسس فول طيب نرينا شوف امتحان الشهادة السودانية كيف ورد في هذا السؤال قال تريز امتحان الفين وخمستاشر تريز فروتكت زا سويل فروم اروجن قال الأشجار تحمي التربة من التعري طيب هنا الداني اروت الصافيكس بتاعي اس اي او ان في امتحان الشهادة السودانية طوالة حشيلة دي برها واكتبها اروجن طيب اتنين امتحان الشهادة السودانية الفين وخمسة this spot is four feet in length قال المركب ده اربع اقدام طوله اربع اقدام اداني كلمة long long بمعنى طويل والصافيكس تي اتش اقوم احذف الاو واقلب الاو الى اي واقل length we say that succeed بمعنى ينجح لما قلت successful بقلت بمعنى نجاح ان شاء الله بعد الفاصل نواصل في منقطع وندعم بانتحانات الشهادة السودانية thank you let us continue نواصل في منقطع من الحديث عن point six وهو الsomewhere that needs spelling change بدنا بيرود قلنا erosion وdecide decision وconclude conclusion وlong تبقى length وnecessary تبقى necessity وpretent تبقى British وسucceed تبقى successful لكن في كلمة succeed قلنا لابد من اننا نأتي بالنان from succeed نجيب success المثال الأول ورد في شهادة 2015 trees protect the soil from erosion and this pot is four feet in length نمرة ثلاثة food is the necessity of life تبقى necessity and necessity حشي شنو ها أعزف I will drop بعزف E A R Y وبضيف أحزف A R Y وأضيف I T E يبقى إذن يا شباب ولكي نستطيع إننا نضمن كل الدرجات بتاعت الصفيكس لابد إنه أمر ب seven notes سبعة منحوظات الملحوظة الأولى هي إنه عندي 26 حرف vowel letters منهم خمسة and constance 21 21 حرف consonant وخمسة حروف vowel للملحوظة اللولة الملحوظة الثانية إما حزفت E أو خليت E بتحزف إذا جاء عليها vowel تبغى إذا جاء عليها ساكن الملحوظة الرابعة Y بتغلب إلى I والملحوظة الخامسة Y لا تغلب إلى I والملحوظة الساتة الكلمات المنتهية بـ C E المنتهية بـ T أدارين ندخل والملحوظة سبعة هي بعض الكلمات التي تحتاج إلى spelling change لاتصح سودان examination 2006 كمثال حي نحل امتحان الشهادة السودانية للعام 2006 بقول use the following suffixes استعمل الصفكس الآتية طبعا قلتها في الحصة الماضية إنه زمان كانوا بقولوا use لغاية 2010 الآن في امتحانات الحديث بقول لك add بدل use بقول لك add the following suffix أضف الصفكس الآتية at the end of the words suffixes here OUS IVE APLE ING ATION I advise my students أنا نصحت طلابي إنك ما تبدأ الحل طوال أقرأ الخمسة أمثلة 5 choices 5 examples حدد انت داير شنو وبعد ذاك أبدأ الحل طيب نحل نقرأ الخمسة أمثلة إشان ربما مع القراءة في أشياء تتحلى يعني حسن زين امرأة اتنين dangerous أي طالب ممكن يحلها آه يعني أي مهما كان ما بزول تغليبا بيغلط في كلمة dangerous I received card from my friend قال استلمت دعوة مطاغبت الدعوة من صديقي invite invite معنا يدعو أنا داير أقول دعوة malaria is disease danger داير داير أقول is bad for health smoke داير أقول smoking this table can be move it is movable young people are very healthy and داير طيب المثال ده بالذات امتحان الشهادة سودانية 2006 كان امتحان عجيب جدا وامتحان غريب جدا ليه لو في طالب الآن intellectual وطالب لماح أي اي المفروض تحزف ركزوا معي أنا لو كنت طالب وممتع امتحان شهادة سودانية ركز معي يا طالب طوالي كنت عزفت الاي هنا بدون ما أرجع هنا كنت بعزف الاي وهنا كنت عزف الاي وهنا كنت عزف الاي ليه لامتحان دا غريب لأنه الخمسة كلمات الفايف choices بعد يبيع فاول او 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 اي او 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 والاي فاول والاي فاول والاي فاول والاو فاول يا جماعة امتحان دا كان غريب وامتحان خطير يعني أنا لو في محلك ولا أشاور طوال بشيلة تلاتة ايهاد دبر نمبر وان تو سري طيب هنا في انفايت الصفح حتبقى اي رسيب ان انفايتشن كار ان في تيشن كار قال استلمت بطاقة بتا الدعوة انفايتشن كار قال استلمت بطاقة بتا الدعوة from ميلياريا ميلياريا از ا دانجرس ديسيز از ادينجرس خطير از ادينجرس ديسيز قال مرض خطير از بات فور هاوس قال التدخين دار بصحة حقول بحسف ال از موكين يبقى ازان هنا الصفح او اس وهنا الصفح اي 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 نمبر فور this table can be move it is movable مو مو معنا متحركة قال الطاولة دي متحركة young people are very healthy and active قال الشباب very healthy بصحة جيدة وا active نشيطين يبقى هنا الصفح اي بي لاحظ هنا الصفح اي 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 وهنا الصفح اي 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 A-T-I-O-N هذه خمسة خيارات اخترتها. طيب شان انت ما تغلط عليك بالعادة. اذا اخترت ال-I-O-N هنا مثلا في نمرة واحد. يا تكتب عليها واحد. يا تعمل لها ال-dropping. شان ما ترجع عليها تاني. مثلا جيت نمرة اثنين. الصفكس O-U-S دي نمرة اثنين. يا امل علاتو يا اشيلة بره. جيت نمرة سيري سموكين. الصفكس هنا A-N-G يا اشيلة بره. يا اكتب عليها ده بناسب نمرة ثلاثة. جيت نمرة فور A-P-L-E. يا اشيلة ال-A-P-L-E. يا اعملت نمرة اربعة. واخيرا الصفكس I-D-E يا اشيلته. دي الطريقة السليمة والطريقة الصحيحة. شان ما تقعد تكتب الكلمة هنا وتشخبتها. ويكون انت تحسب عليك انك انت طالب هزيتان. انك طالب متردد. وربما يحسب عليك انك انت شفيتها. لشان كده الطالب ما يخش في مطبات. يحاول يحل السؤال ده بطريقة جيدة. جدا وسؤال ساهل جدا. وبنهاية الحلقة هذه. اتمنى انه يعني التوفيق والنجاح والسداد. لطلابنا الاعزاء وطالباتنا. للشهادة السودانية. في داخل وفي خارج السودان. واتمنى ان شاء الله احراز درجات كبيرة جدا. في مادة اللغة الانجليزية. واتمنى ان نكون يعني قدمنا ليكم حلقة مفيدة حول موضوع الصفيكس. شكرا جزيرا للاخوة في قناة الطيبة التعليمية. على مسابرتهم وخدمتهم لطلابنا. والشكر خاص للناس الخلف الكواليس فردا فردا. ولكل من عمل فله من الاجر ضعفا باذن الله. وشكرا جزيرا عوض الدولاء مدارس الدولاء.